أهلا بكم في عام 2018 بقي الوضع التعليمي المترد على وضعه كما كان في العام 2003 إذ يفتقد التعليم حاليا في العراق إلى مزايا الجودة والرصانة مع طرائق تدريس ومناهج تعليمية مهلهلة وضعيفة وكذلك فإن البناء التحتية لقطاع التعليم في حالة شبه انهيار إذ ما زالت المدارس الطينية تنتشر في العراق مع نقص هائل في المدارس الحديثة فـ 80% من هذه المدارس العراقية بحاجة ماسة لإعادة التأهيل وتجهيزها بالمختبرات والمكتبات واتهمت وزارة التربية بإهدار أكثر من 38 مليار دينار عراقي على منهج اللغة الإنجليزية في مدارسها الذي أحيل على شركة لبنانية تقرير يونسا في عام 2018 عن التعليم في العراق كشف أن 50% من الطلبة يتسربون من المدارس هذا وتبلغ نسبة الأمية في العراق نحو 50% وهي التي كانت في أدنى مستوياتها مع نهاية ثمانينيات القرن الماضي وكشفت أيضا دراسة تربوية عراقية أن 60% إلى 70% من طلاب المدارس يتعاطون المخدرات بأنواعها المختلفة هذا ولما تدرج أي من الجامعات العراقية لم تدرج في قائمة المؤشر العالمي لجودة التعليم بسبب تراجع الجودة التعليمية والأداء وأخيرا اعترف وزير التربية السابق محمد إقبال بأن المناهج الدراسية طائفية جدا وتحث على التمييز العنصري والمذهبي